السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عندنا مشكلة والحل موجود. تمام? يعني الموضوع بسيطة او. بس محتاجة اه قرار جريء او محتاجة حد المسؤولين يتدخل ويحل المشكلة. المشكلة الاجراءات الحكومية بتاخد وقت كبير. وانا مش بتكلم على مشكلة شخصية. مش حل المشكلة دي واحد يقول لي ايه هات الوراء خلص وراء بكرة. لا انا بتكلم على مشكلة عامة اه رهيبة جدا اهضار لموارد الدولة. ان انا اروح اخلص وراء. ده كلم عموما. ويتقلي تعالي خد الوراء دي بعد خمستاشر يوم عشرين يوم واحد وعشرين يوم. حسب نوع الوراء. لان هو موجود عنده في الوراء. ان الوراء دي تلخص بعد خمستاشر يوم. يعني ما تيجي تعمل مسلا وراء بطاقة. يقول لك خمستاشر يوم. ولو مستعجلة. مستعجلة دي يعني مفروض باخدها في نفس اليوم. لا مستعجلة بعد خمسة ايام. طب ليه? ايه اللي بيحصل خلال خمستاشر يوم دول. بيتبلل الوراء بتاع البطاقة ده في ما يخلى عشان يطلب بقى كويس يعني ولا ايه يعني. يعني اه 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 وراء ملاد معزب في الدولة اللي بتوقيت فيها. وان هو هي في ختة في ساعتها. تمام? عنده المعلومات على كوميوتر تيك وتفضل وراء. ما اخدتش خمس زي. هنا في السفارة اللي لازم تجينا بعد شهر. اجيلك بعد شهر ليه? حتى بتكتب رقم وبيطلع لك الوراء خلصت. اه فقولت اعملها في مصر الاسرع. خدت وراءة وبرحت. جيت. فلاقيت بيقول لي تعالى بعد خمسة اليوم. انا نزل اجازة اسبوع. ودي اول وراءة اللي هشت الميلاد. فلسه اسبوع كمان في او اسبوع في في جواز صفر. يعني الواحد بينزل اجازة شهر يقعد في الشهر ده يقعد خلص وراء. بفروض الوراء ده يخلص كله من على الموبايل. او بتروح في نفس الساعة وانت مش تاخده معاك. يعني في حاجات كتيرة اهضار للوقت. تمام? واكبر اهضار اللي احنا بنعمله مع ابقنا وامهاتنا لما تروح للمعاش حد فوق ستين سنة وتخليه يوقف خمس ست ساعات عشان ياخد المبلغ اللي انت هتدقل. طب ليه? ليه? طب ليه ما ما نفكرش كده بموضوع الادارة الرشيقة. او ان احنا نحاول نسهل الامور او نبدأ ندرس ايه السبب ان الحاجة دي تاخد خمس دقيق او عشر يوم او عشر يوم او عشر يوم او عشر يوم او او شهر ونبدأ نشوفها ازاي نقلل الحاجات ديات بحيس انها هتتعمل في نفس اليوم. لازم. لازم. يعني كل الدول التانية تاخد الخمس دقيق عشرة دقيق تاخد الورقة وانت واقف. ما تجيش تلات اربع مرات عشان تخلصت ورقة. يعني عسب المسال ليه? ليه تتوقف في طبور خمس دي ساعات? وفي ناس كتيرة ماتت في توابير المعاشات. بنام ممكن بسهولة يبقى ليه فيزا او ليه. فيزا طلع مثلا الحكومة بتطلع لكل المعاشات فيزا اوتوماتيك اول شهر يروح نزل للمبلغ في الفيزا. هو يروح يسحبهم بقى من اي بنك يروح يسحبهم نشتري بيهم. يعني الموضوع يبقى سهل وبسيط. بنحاول نحن ما نعقدش الامور. في فيه حاجة اسمها اللي ضر رشيقة ودي ناس كتير عملتها وبدل ما كانت الانتاج بنيتكلم عن الانتاج مش بنيتكلم على ورقة حكومة. الانتاج كان بياخد مسلا عشرين ساعة بياخد نص ساعة. ان هو بدأ يقسم الشغل وبدأ يشوف ايه الورق اللي بتعطل وايه الحاجة اللي بتعطل وايه هنا وهيه هنا ويدرس ويطلع بدراسة ايه الاهدار. لما بتقلل الاهدر بتلاقي توفير جميل جدا. فاحنا محتاجين كل واحد في الحكومة بتاعته. اللي ضر رشيقة باش محتاجة ان انا اكون رئيس الدولة او رئيس الوزراء او رئيس المصلحة. لأ كل واحد ممكن في المصلحة بتاعته ويبدأ يدرس الموضوع ده ويحاول القادر الامكان ان هو يتخطى الروتين ويتخطى التضيع الوقت ويعني الموظف بيبقى خارج وعارف ان هو مسلا الاسبوع ده كله هيروح اعمل تجديد ورق السيارة. ليه تجديد دور السيارة ياخد اسبوع. طب ما يبقى معروف مسلا ان هو في فحص معين وفي كزا وفي كزا وفي كزا. الحاجات ده كلها تخلص في ساعة. تمام? المستحيل اللي يخلص في ساعة بيحصل في دول كتيرة جدا ان هو يخلص في ساعة. بتتفحس الحاجة وتدخل يروح مديرك على الورقة او يقول لك في حاجة مسلا مفروض تصلح بيصلحها وهتا. تمام? في حاجات ميجر وفي حاجات سهل انها تتجاوز عنها. المهم انها تخلص. حاجة كتيرة جدا ممكن تخلص من خلال المبايل. يبقى في تطبيع المبايل ادخل اجدد اعمل اعمل في سواني. ليه? ليه تضيع الوقت? ليه الوقت ده الكيمة? ليه اخلي الموضة في يغيب اسبوع كامل عشان نعمل ورقة. عشان عايز يعمل يجاوز السفر يعدي لف حوال نفسه. انا الورقة بتاعي اا الوظيفة لقيت هتاخد لها اسبوعين عشان نغير الوظيفة وتغش في تأمينات وتغش فيه في اخر ما زقت وتخنقت يومين كاملين قعد نشر ساعة عشان نخلص الورقة. قلت لك تبقى ببلا وظيفة. البطاقة هتطلع عليه بلا وظيفة جهاز السفر هتطلع بلا وظيفة عشان نخلص من الهدر في الوقت ده كله. اتمنى 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 كل واحد في مستوى الوظيفة بتاعه يبدأ يدرس ازاي حسن. مفيش حاجة اسمها ده احسن حاجة عندنا. اه في احسن طور وطور 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 وحاول تحاوز على الوقت الناس وحاول ان انت تتخطى روتين. وحاول تطبق الادارة الشيقة في الادارة بتاعتك او في الشغل بتاعك. انا بحاول اطبقها في حياتي الشخصية في المواقع بتاعتي في مثلا الحاجة دي هتفدني ولا مش هتفدني. لا خلاص مش هفرج على الحيات دي. مش هعمل دي. وهكزة بحيس ان انا اه يبقى عند وقتة استفاد باخرق بي وهكزة.